موضوع عودة الجماهير ده يعني قتل باحسن زي ما بيقوله احنا بقى اننا ديه بنتكلم على عودة الجماهير فانا يعني بالنسبة لنا كنادي الاتحاد انا قلت قبل كده وبأكد تاني ان كنادي الاتحاد احنا ما عندناش مشكلة على الاطلاق في عودة جماهيرنا لان نادي الاتحاد لوطة جاوب صبقة قبل كده يمكن في ظروف اكثر صعوبة من اللي موجودة دلوقتي ايام المقاوية مارش الجونال اللي هو الوحيد اللي اتلعب بجماهير والمباراة عدت يعني بسلام ما كانش فيه مشاكل خالص فيه تعاون ما بين النادي كان ومدرية الامن فيه تنصيق فيه قيادات من الجماهير بتبقى مسؤولة عن دخول الجماهير ومسؤولة عنها في المضامجات والتجربة كانت نجحة جدا فانا تصورنا ان احنا نفس اللي عملناه في الماتشين دول يبقى هو ده الاساس اللي احنا بنبني عليه عودة جماهيرنا وبدون زي ما بيقولوا تعليمات كتيرة يعني نقول ان هندخل بس الف هندخل الفين انا اتصور ان ده بيعمل شيء من الاحتقان تاني احنا بنقول كل استاد حسب الساعة بتاعته بالاتفاق مع الامن المسؤول في المحافظة ايه العدد المتاح وبتطبع له تذاكة وبتبقى زي ما قلت قيادات الجماهير مسؤولة مع الامن في دخول الجماهير والكنترول عليه وقت الماتش سبق هذا اول اجتماع قعدنا مع اتحاد الكرة لنفس الموضوع النهاردة فيه مجموعة من رؤساء الاندية هنكمل بمجموعة اخرى من رؤساء الاندية هنكمل كمان بالشركات العاملة في مجال التأمين هنكمل كمان ببعض الشباب الروابط المشجعين بحيث ده كله هيكمل دراسة او رؤية تعرض من خلال وزير الشباب والرياضة على مجلس الوزراء وطبعا مع وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الداخلية النهاردة كان فيك تراح مهم جدا اتقال ضمن الدراسة ان يكون في شركة واحدة منظمة او شركة تأمين يشترك فيها كل الاطراف المعنية انا اعتقل ان ده تراح هايل على اعتبار ان هو اتحاد الكورة مع الاندية العائد مشترك والنفع مشترك لان العائد مشترك لو فيه دخل عام بيكون فيه كل بامكانياته والاندية والاتحاد وفي نفس الوقت المنفع الاخرى الخاصة بالتأمين ان فيه فير فاليا اوقي معدلة لتأمين كل مباريات تعاونا مع الامن والتحاد الكورة والاندية المسئولية مسئولتنا احنا بصراحة احنا كل نادي مسئول عن تأمين مبارياته فهي المسئولية تقع على اكتاف النادي المضيف يجب ان كل واحد فينا يتحمل مسئوليته علشان خاطر نقدر نرجع الجماهير ونسعد هذه الجماهير الجماهير مشتاقة لكرة القديق على فكرة قواعد في الفيفا وقاعد اتحاد الكورة ده من زمان انما كان معظم الاندية بتعتمد على الامن بس لكن احنا اعتقد ان احنا انا الاوان ان كل واحد فينا يقوم بدوره لتأمين المباراة من داخل الملعب ما نقدرش نستغنى طبعا على الامن لكن نتولى مسئوليتنا الى ان تنشأ الشركة الامن اللي هي تتولى برضو هي بتت النادي حيتولى مسئوليته باستخدام شركة امن عندها الخبرة وعندها التدريب وعندها الامكانيات الفنية والقالية اللي تمكنها من التنظيم الجيد وتأمين المباراة اهلا بكم من جديد عزيزي المشاهدين داخل الملعب اليوم ده كان حديث رؤساء الاندية الجماهيرية عن عودة الجماهير وزي ما قلت لكم الحقيقة يعني لقاءات طيبة جدا وترتيب طيب جدا وكلنا بندي بعودة الجماهير ولكن بشروط ولكن بدوابط ولكن الظروف مش بسيطة لازم الامور المرادة تكون يعني ديئة بديئة وبتفصيلة بتفصيلة عشان ما عادش ينفع الرزق ولا عاد ينفع المخاطرة برحب بضيفي ونجمي النهاردة كابتن طارق إحياء المدير الفني نادي طلع الجيش مشرفنا كابتن نار الله يخلي كابتن سيفين تابن نار ازاي حضرتك الحمد لله تمام برحب برحب برحبه كله تمام الحمد لله تمام حركت مع عودة الجماهير ولا زي ما انت قلت سيفي يعني ما اعتقدش ان عودة الجماهير دي الوقتي في المصلحة اهو المصلحة العام اعتقد ان المصلحة تقتضي ان احنا على الاقل نبقي الوضع على ما هو عليه على الاقل هذا الموسم لان انت بتشوف في شغب في كل الدول العالم الان مش بس في الشارع ولكن في برد كرت قدم واخيرا كان منتخب المانيا مع منتخب فرنسا واللي حصل فاحنا مش عايزين ندي فرصة لحد يعني بالمعنى كالبلدي مش عايزين ندي فرصة لحد كنا زي ما بنقول ان احنا بنعيش حالة استثنائية ولكن واضح ان العالم كله بيعيش معنا حالة استثنائية الموضوع اعام واكبر واشمل من اللي احنا بنتكلم فيها سيف صعب خصوصا في وجود ارهاب بالزبط والارهاب لا والارهاب كمان مالوش توقيت ولا لو زمن ولا لو وقت ولا لو اي حاجة بتلاقي الامور فجأة بتشتعل فجأة يعني فاحنا مش عايزين ندي فرصة لحد ان هو حتى على الاقل يتدخل ويقدر يعمل خاصة ان احنا عندنا في ناس عندها قابلية لهذا الكلام ان شاء الله اللي جاي افضل بإذن الله المتخب الومبي النهاردة حديث عن المتخب الومبي ياخد حرك سريعا بقى ونطير للسنغال والزمين مهيب عبدالهادي ومن قدام فندق اقامة المتخب الومبي وكل لعيبة المتخب الومبي قاعدة في الاوتوبيس وطبع النتيجة واضحة على وجوه المهود فضل امهيب كابتن سيف يمكن لسه اللعيبة دلوقتي يمكن بيعملوا استشفى احنا في انتظارهم دلوقتي كابتن ايمان حافظ شايف علامات حزن في بحثة منتخبنا الوطني والله يعني انتعارف برضو يعني كان المكسب موجود في ادينا وطبعا دخل فينا جول بس الحمد لله رب العالمين لان بعديها على طول كان برضو فيه جول هيدخل فينا انفراد بشكل كبير جدا جدا لكن احنا بنقول كبداية الحمد لله رب العالمين كابتن حسان بعد المتشاعلهم ان احنا فعلا لسه عندنا مبارتين لازم نركز فيهم انا شايف من وجهة نظر ان الملعب مؤثر تأثير كبير جدا 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 على الفرقتين مش علينا بس طبعا فان شاء الله نتمنى ان ماتش نيجيريا بازن الله يوم اتنين اتناشر ان شاء الله نكون احسن فيه لعبة كتير جدا ناردة ما كانتش في حالتها ان شاء الله نتمنى ان يكونوا احسن المباراة جاية ودي كورة القدم ان شاء الله الحمد لله يعني انا شايف فيه لعبة راح والقطيل وفيه لعبة موجودين هنا يعني قلنا بقى عشان انتو حيرتو احنا احنا دلوقتي فيه لعبة لعبة المباراة بتعمل استشفى في قوتيل تاني طبعا عشان ما فيش عندنا الامكانيات في القوتيل بتاعنا فمؤجرين حاجات هنا بنعمل لهم استشفى تلج ومعهم الناس بتوعنا والناس اللي ما لعبتش النهاردة خدهم الدكتور قاسم راح على القوتيل عندنا عشان يتمرانوا ما يبقوش برضو قاعدوا هيتمرانوا في الجنينة هناك في الجنينة هيتمرانوا في الجنينة وقاعد الكابتن عسام والكابتن عسامة والكابتن نشام بيتفراجوا علامات شنيجيريا ومالي وفيه عندنا اتنين برضو بيعملوا الدوبينج مساعد العوض هم مساعد عوض ومحمد أشرف محمد أشرف ومساعد عوض بيعملوا اللي هو التحليل بالتوفية كابتن عامل وانتقد اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله شادي بترتيبات البعثة يمكن نهاردة شفنا بعض الصحفيين جم الأستاذ قابل فولي أيضا موجود أستاذ إبراهيم ربيع يعني ابتدى يبقى فيه اهتمام بمنتخبنا يمكن انت انتبع معنا وانتو قناة الحقيقة عاملة حالة وعملة حدث للمنتخب متعمل بالمنتخب يعني الناس كلها أملها في المنتخب كنا نتمنى النهاردة المنتخب بيه 3 نقاط ولكن الحمد لله على كل حاجة كان المنتخبنا النهاردة ما كانش في حالته وتأثر بالصعوبات اللي مر بها سواء كان رحلة السفر والإرهاق الكبيرة جدا أو أرضية الملعب طبعا كابتن حسام حتى في المؤتمر الصحف النهاردة تكلم فيه أرضية الملعب زائد الجو ولكن في النهاية دي بطولة مجمعة وانت بتلعب 3 جولات ما طلعتش خسران من الجولة الأولى برضو نقطة أحسن مما فيش نتمنى بقى ان مباراة ناجيريا مباراة مالي ان شاء الله بإذن الله يبقى منتخبنا مستوى أفضل من كده خاصة ان المباراة ناجيريا هيبقى توقيت شوية الساعة خمسة فطبعا دي ممكن تكون ان شاء الله بإذن الله بقى درجة الحرة في صالحنا فأعتقد بإذن الله ان منتخبنا قادر نواية أهل ان شاء الله منتخبنا اللعيب أنا أصلاها دي عشان تخرج هم بإذن الله ودهم عشر دقيقة بس كده يعملوا تلج واستشفى كده عشان خطر طبعا موضوع الترتان ده الكابتن مهتم ان هو بعد كل مباراة يعمل استشفى للعيب عشان خطر الترتان ممكن يعني خوفا من أي إصابات ولاجات ان شاء الله في المباراة كابتن سيف متواصلين معاك من طبعا معسكر منتخبنا الوطني يمكن فيه زي ما احنا شايفين دي الاستشفى اللي طالب بيها كابتن حسام البدري يمكن لعيبها جوه في المختص يعملوا بعض التلج وبعض الحاجات اللي بتفك طبعا كابتن طريحي أضرب الكلام دوت وهنتواصل معاك بعد لحظات خروج اللعيمة عشان نعرف رأيهم وانطبعتهم عن المباراة ونتواصل معاك كابتن سيف مع كابتن طريحي مكملين معاك زميل مهيب عبدهادي بشكرك مهيب شكرا جزيلا مجود كبير الحياة من السنغال وبنحاول نعيش جمهور مع المنتخب أولومبي وكوليس المنتخب أولومبي وحنتواصل مع مهيب بعد خروج اللاعبين ان شاء الله وارجع للكابتن طارق تاني والجزء الفني النهاردة المنتخب أولومبي يعني الناس كانت متفألة بمستوى فني أكبر من كده أسامي النهاردة تقيلة في الملعب يعني رمضان صبح النهاردة النهاردة نجم مصر ناني الزمالك ومنتخب مصطفى فتحي نجم المنتخب الأول وناني الزمالك رمي ربيع محمد هاني محمد أشرف عدد كبير محمد حمدي بص السفوة طبعا يمكن عندنا مجموعة ما شاء الله من اللاعيبة تحت 30 سنة مجموعة موائزة جدا كلهم ما شاء الله النهاردة أساسين في فرقهم يعني انت بتتكلم على وإلا ما كانش الدوري في حوالي تمام فرق ما بلعبوش فإذا انت بواخد مجموعة كبيرة جدا من اللاعيبة اللاعيبة على المستوى عالي جدا اللاعيبة كويسة ولكن في بعض المشاكل اللي يمكن أنا استشفتها من كلام حسين وانا قلت الكلام دي على فكرة رمضان شغال يعني رمضان شغال انا قلت يمكن نمرة واحد طبعا أرضية الملعب الصلبة اللي هي النجيل الصناعي دي مش في صالح منتخبنا خالص بالعكس هي في صالح منتخب الجزائري أكتر ليه؟ لأنهم عندهم ملاعب دي السيف لغاية دي وقت بلعبوا فيها ومنتشرة بشكل كبير في الجزائر يمكن في حوالي من ستة سبعة استادات رئيسية بلعبوا الدوري الجزائري على مثل هذه الأراضي فبالتالي الولاد واخدين شوية على الملعب أنت لما بتلعب تيم أقل منك شوية ما بقللش منتخب الجزائري ولا حاجة ولكن أقل فيه الخبرات بتتساوي بقى الخبرات هنا مع الفريق الأكبر اللي هو زي منتخب مصر بنقول الأسماء اللي أنت وقتها دي كلها فده يمكن أثر بالشكل الكبير بالإضافة إلى كان فيه حالة غريبة جدا لأربع العيبة أنا بقول أنه هم أثروا بشكل سلبي على منتخبنا طوال المباراة يعني أنا ما شفتهمش طوال المباراة بنفس حالته مسيفة اللي في الدور المصر هنا ولا حتى مع منتخب مصر رمضان ومصطفى محمود قربة قريم بالضبط تكلم في الأربعة اللي قدام الأربعة اللي قدام يمكن ما اشتغلوش بشكل جيد طبعا حسن بدري أكيد له واقفة معهم لأن هم دول اللي بيأسروا بشكل كبير كبير إيجابي على منتخدنا من ناحية الهجومية بدليل أن انت الشروط الأول ملايكش غير كورة واحدة فقط من مصطفى فتحي تلعبت طولية من أعتقد رمي ربيع أو محمد أشرف لمصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء يمكن الملعب ساعد الكورنة تجري فالحقها مصطفى وحاول لعبها لكنه الكورة جيت منه وقلشت منه على وش رجله يمكن كانت منطرفها شوية دي الكورة الوحيدة اللي قدر أقول لك الشروط الأولين ان احنا وصلنا بيها فيه الشروط الأول كان سجال ما كانش فيه خطورة خالص على المرمى غير منتخب الجزائر واحدة كانت في منطقة الخطورة عملت بالعرض صدها مصعد عوض رجعت ليه لعب الجزائر داخل منطقة الجزائر حطها بطن الرجل فوق العرضة بالإضافة لفرصة مصطفى فتح غير كده الشروط الأول ما تقدرش ان انت تقول فيه أي حاجة الأمور كانت سجال اللعب المحصور دائما كل الخمسة واربعين دي أو السبعة واربعين دي اللي تحسبوا الشروط الأول في نصف الملعب كانش فيه خطورة أبدا على المرمى كان فيه تحفظ شديد جدا من الفئتين يعني الفئتين خايفين من بعض لأنه برضو خلي بالك انت يمكن حتى المعلق الجزائري هو بيكلم بيقول لك انها قمة قمة لان انت بتلعب مع منتخب كبير زي منتخب مصر وبيلعب منتخب كبير زي منتخب الجزائر فإذا انت بتتكلم على منتخبين كبار فيمكن ده ملخص الشروط الأول الشروط التالي اللي كان أكثر فعالية وأكثر هجوما من عندنا أول 17-18 لغاية ما حرزنا الهدف احنا رغزنا الهدف فيه ديئة 19 بالزبط ترجعنا بشكل ملحوظ مع ان كابتن حسين بدري عمل تغيير هجومي يعني انا بدي رسالة لعبتي ان انا ما بدافع انت عارف هو لو نزل مثلا لعب زي محمد فتحي محمود حمدي لكن هو نزل محمد سالم مكان نجفد في ديئة كان بقى سيف في ديئة 65 تقريبا يعني بعد تلت ساعة فقط من بعد الهدف بدقيقة فإدى الرسالة اللي لعبته ان انا بهاجم بلعب باستراكة صريح اللي هو محمد سالم وبالتالي لازم احنا كلعيبة نفهم هذه الرسالة ولكن للأسف ترجعنا بشكل ملحوظ لغاية لما الهدف بتاع منتخب الجزاير جيه في ديئة 68 يعني بعد التغيير بتاعنا بثلت دقايق وبعد ما ترجعنا بثلت دقايق لانهما في الثلت دقايق دول استحوزوا عن نص الملعب بشكل كبير جدا عندهم لعيب زيزو لعيب كواس او برضو اللي هو فرحات اعتقد اللي جابجون لعيب مميز وكان لابد ان هو يتقرب منه شوية من الاتنين المساكين سواء رجل نبيل او ياسر إبراهيم ولكن الراجل خاد الكورة ودخل ورقص وشاط يمكن كان مصر عوض واقف انا في اعتقاد ان هو وقفته اثرت بشكل كبير على الهدف هو كان متقدم قوي وحادف ناحية الشمال شوية بشكل كبير على اساس اللي الولد هيعملها بليسنج فالولد شاطها فراحت في الزاوية الدايئة بتاعت مصر عوض ما الحقيقاش لان الارض زي ما قلتلك سريعة جدا بتجاري الارض كورة بشكل كبير جدا بعد الهدف الحقيقة هما كانوا افضل بكل المقيس هما كانوا افضل وده كان علامة استفاهم كبيرة جدا 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 للمنتخب ولذلك لعش اقولك ان كابتن حسان بدري خرج مصطفى فتحي بعد اندفد ونزل كريم اللي هو كريم ممدوح لاعب نادي ديجلة وبعدين خروج قرابة ونزل حسين رجب ما انا انا كنت شايف ان مصطفى فتحي وواحد من اتنين يا كريم ندفد او رمضان صبحي كان لازم يتغير بدري شوي يعني كان لازم حد من دور يتغير يعمل نوع من تجديد دماء شوي لان هو برضو خلي بالك رمضان صبحي ما عملش حاجة خارج النهاردة وتحمل خط الظاهر وخط الوسط بقى حمد قاش شفرام ربيعة العبء كله انه ما كانوش بيرجعوا كان فيه مساحات كبيرة جدا ولكن يحسب لمنتخبنا ان هو في اخر بعد ما اه حصل بقى الهجة اللي حصلت منتخب الجزائري وانفراد تام يعني احنا كان ممكن نهاردة في ديئة اعتقد ستة وتمانين كان فيه هدف الولد نمر عشر اللي بقولك عليه ايه كويس ده دخل منطقة الجزاء وانفرد بيه مسعد عوض وحطها سات ربنا طلعت جنب الاي دي لو كان جون كان ما اعتقدش ان احنا كنا هنرجع للمباراة وبالتالي احنا يمكن الولاد انتفضوا شوية وفي ديئة الاخيرة محمد سيلم محمد سيلم ضيع فرصة الحقيقة فرصة برضو شبيهة بفرصة منتخب الجزائر في الشوت الاول حرس المرمى كان خارج بره المرمى وحطها الحقيقة كان ممكن يوقف او يلعب بطن رجله هو عايز يحطها بوش رجله ولكن قلشت وطلعت ضربة مرمى يمكن دي فرصة الوحيدة للمنتخدنا بعد فرصة الهدف والهدف كان جاي من كرة سابتة ترفعت من محمد أشرف على رأس كهربا حطها جون مش عايزين نفقد الأمل احنا بنلعبتين كبير واحنا بتين كبير لازم تركز أكتر والاستشفى ده طبعا خارج طبعا حسام أستاذ وعارف الكلام ده كله معاه طبعا جهاز طبي وجهاز على مستوى عالي الاستشفى ده مهم جدا التلج ده مهم جدا جدا بعد الكدمات بعض الكدمات اللعيبة لو فيه جهاد لو فيه شد لو كل الكلام ده بيضيع مع الربع ساعة بتاعة المختص التلج اللي بتعمل ده في منتهى منتهى الأهمية بيعود للعب إلى نقطة الصفر كأنه ما عملش حاجة يعني كأن اللعب ما عملش أي حاجة خالص بيقعد استرخى كده عشر دقائق ربع ساعة فيه مختص تلج بيعود مرة أخرى إلى حالة الطبعية إلى ما قبل المباراة صحيح فيه كدمة فيه 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 الكلام ده كله على الأقل بيخف حدته بشكل كبير جدا بنسبة 70-80% ويبدأ بكرة بكرة بقى يبدأ يعمل نوع من التدريب الخفيف مع برضو تدليق ومباراة يوم الأربع منتخبنا زي ما أقول لك أصل بشكل سلبي الأربعة اللي قدام ما كانوش في حالتهم خالص أنا أعتقد أن الكهرباء ورمضان صبحي مصطوى فاتحي ومعهم ندفد لو كانوا في حالتهم الطبعية الفنية اللي معروفة أن احنا بنشوفهم في الدور المنتاز كان ممكن جدا المرة دي تخلص 2 و 3 منتخب مصر لأن احنا عندنا ولكن أرجع أقول لك أن الأولاد معظورين شوية ممكن شادي قال حاجة مهمة جدا برضو نسينا نقولها سيف رحلة السفر كانت طويلة جدا الفترة الزمنية ما كانتش كبيرة الفترة التراحة أرض الملعب برضو أثرت بشكل كبير جدا على منتخبنا كل هذه الأمور ممكن تتحسن بشرط أن اللعيبة تركز أكتر يبقى عندها إصرار أكتر ما تفقدش الثقة في نفسها إحنا مكسرناش إحنا تعادلنا ما معرفش المباراة السنغال وعفوا المباراة مالي ونجيري يحصل فيها إيه ممكن يتعاكلوا يبقى الأمور زي ما هي يبقى إحنا نبدأ يبقى البطولة هتبدأ يوم الأربع تاني معنا فأنت عندك فرصة إلا لو فرقك يسبت إنت لابد أنك أنت على الأقل تاخد ثلاث نقاط اللي جايين بدون شك عشان تقدر تتأهل ليه الدور التاني نتمنى التوفير لمنتخبنا وما أدوا مباراة زي ما قال الكابتن حسام متوسطة كانش فيها نوع من زي ما قلنا الكرة الحلوة بتاعة المنتخب اللي شفناها ماتش الكاميرو بتاعة أربعة صفر دي هنا كان فيه فرق كبير طبعا من المنتخب الكاميرو كانش فيه لعب جماعة يا كابتن النهاردة كانت الفردية مستيطرة بشكل بيه كلها عايز حلولة بالإضافة إلى سيف أنا مش ماشي معايا وبعمل نفس الكلام يعني أنا مش ماشي معايا وبعمل نفس الكلام يعني أنا نسيت النهاردة كابتن إن فيه جزء شمال للمنتخب يعني النهاردة نص الملعب آخر الملعب كور بلونات الجزء اليمين عند كهربا كهربا نفس الحلول نفس القصة برضو موضوع معفوز ده اللي أنا شفت النهاردة في المباراة الجزء الشمال ما شفتش أطراف شغالة يعني ما شفتش الجزء اليمين النهاردة شغالة ما شفتش حيطة مصطفى فتح دي شغالة النهاردة خالص حيطة الكهربا أفلوها له على طول يعني هو على طول خلاص اتحفظت رمضان صبح بيخش يكمل معاه أفلوا الجبهة دي بشكل كبير أفلوا الملعب كان مفروض بيبقى فيه حلول تانية لرمضان من نص الملعب يعني مفروض فيه الحاجات اللي إحنا يعني أبجديات يعني بنشوفها في الكورن أنت النهاردة بتشتغل على الطرف اليمين بتشتغل على الطرف الشمال عندك حلول من وسط الملعب خصويا في وجود مجموعة خامات زي كده حتى التغيير يا كابتل النهاردة ما تجد تشوف التغييرين أنت بتطلع فردتين تقال جدا يعني النهاردة أنت تطلع مستوى فتحي أنا عارف لا أنا عارف أنه مستوى لا أنا عارف أنه مستوى فده بيدل على مستوى المنتخب النهاردة يعني حضرك النهاردة لو أنا تكلمت ما حضرك قبل اللقاء ينفع النهاردة أنت توقع أنه ممكن يحصل تغيير مستوى فتحي وكهرباء صعب يعني هو طبعا أنا معك في كلامك لكن زي ما بقولك أن الخط الأمامي النهاردة يمكن تأثر بشكل كبير جدا معرفش إجهاد يمكن الملعب هم حالته عشان كده بقولك نتيجة أي مجرأة سيف بيحكمها نمرة واحد بالإضافة لتاكتك المدرب بالإضافة إلى الشغل اللي بيعمله في التدريب بالإضافة إلى الكلام اللي بيقوله المدرب حالة اللعيب أثناء المنافسة أثناء 90 ديئة دي عليها يعني مش هزولك 50-20% من أداء ونتيجة أي تييم مقتنع عكبت النهاردة بمكان رمي ربيع هو بيلعب ديفندر يعني هو رمي ربيع بيلعب ديفندر وبيلعب مساك بما أن أنا عندي اتنين مساكين كواسين أنا مقتنع بيهم زي بتكلم اللسان حسان بدري اللي هم راجب نبيل و لا يحرك شايف النهاردة نهو في المكان ده يجيد في المكان ده هو ما أجادش النهاردة خلينا نكون صراحة يعني ممكن محمد أشرف تحمل العب شوية كان بتحرك بشكل كبير عنده باس كتير لكن رمي ربيع ما كانش عنده مش رمي ربيع اللي احنا عارفينه بس أنا أنا مفضلوش في المكان ده كابتن يعني أنا أنا رمي العب كبير حسان هو اللي ماسك المنتخدم أنا عارف احنا بناش ما إلا وجهات نظر هو في الآخر كابتن حسان صاحب القرار بس أنا بقول السوبر بتاعت منتخبنا كنفلنا في الإمارات وكنا في منات الحقيقة هنا رمي ربيع لعب مساك من أفضل مباريات رمي ربيعة اللي أنا شفتها هي ومطش أعتقد برضو كان الزمالك بس المطش اللي كان في السوبر ده كان عمله عالي قوي 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 يعني كان ما شاء الله نص الملعب ممكن يكون هو مثلا بعيد شوية عن الحتة دي المنطقة دي كان من الممكن نستعين مثلا حسان بدري جنب محمد أشهر ده كابتن وعمل مطش غانا هنا في مصر كان لعب مساك برضو عمل مطش أكتر من رائع السيدة أورج الحاجة ما بقى عندك لعيب بقيمة وحجم رمي ربيعة ممكن أنت ما تستعينش في مركز مساك إنه هو مش مؤثر قوي المؤثر نص الملعب اللي هي منطقة المنورات فأنا عايز لعيب خبرة بحجم وتقل رمي ربيعة فممكن دي وجه بنظر حسان بدري ده كابتن الستوبر بينه وبينك مرحتش حاجة خطيرة يعني هي بس الكورتين اللي بقلت لك عليهم اللي في الديئة يمكن سبعة وتمانين أنا معاك أنا معاك في الديئة سبعة وتمانين أنا مش بكلم فيه بكلم يعني مثلا ما كانوش وحشين يعني ياسر إبراهيم ورجع ابنبيل ما كانوش وحشين كانوا كواسين معاقلين جدا جدا يمكن هدف اللي أخطأه فيه لما حدش ضغط على الرجل كابتن هي مش بس إن انت غلطت غلطة أو اتنين أو دخل فيه جون خاصة أن انت ما بتبقى عندك الخط وراء كويس بيسلم ويبتدي من وراء بشكل ويزيد يعني بيعمل ضغط بس أنا ما كنتش شاهد في مشكلة في الحتة في بداية الهجم يعني بداية الهجم كان بتعمل صح جدا جدا النهاردة كان محمد حمدي وهاني والاتنين المساكين كانوا بيعملوا اللي هو الاتساع اللي احنا بنقول عليه الاتنين المساكين بيفتحوا مكان الباكين والباكين بيطلعوا لقدام وبيبدأوا يستلموا الكورة أنا أعتقد أن كابتن حسان بدري ما كانش عنده مشكلة في دي المشكلة سيف في أنك أنت تنيه الهجمة والمشكلة أن أنت تعمل خطورة على المرمى ما كانش موجود الكلام دا كان النهاردة منتخب مسك نص ملعب بشكل جدا كابتن لا يعني على فترات يمكن هما مسكوا نص ملعب أكتر مننا الحقيقة يعني يعني مسكوا الملعب أكتر مننا وخاصة بعد الهدف اللي احنا جبناه يعني بعد الهدف في الفترة من ديئة أعتقد احنا جدنا هدف ديئة 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 54 ديئة 54 من ديئة 19 للديئة مثلا 80 هما مسكين نص ملعب هما اللي ضغطين وهما اللي متعدلين وضاعوا جوان يعني كان عندهم إصرار أكتر حماس أكتر انتشار أحسن يمكن تغييرات حسام كانت هجومية أكتر علشان يعوض الحتة اللي بقوله عليها دي اللي هو يعني الكسل اللي موجود من الأربعة اللي قدام كان فيه كسل وكان فيه فردية زي ما انت قلت في بعض يعني مصطفى فتحة شوية كريم ندفت شوية كهرباء شوية الفرقة ما استحملش كل هزي تقول له هذا الكلام الفرقة عايزة نعيب واحد دريبلينج يشتغل الشغل لكن مش أربعة بيشتغل نفس الشغل فلازم طبعا الكابت المحسام أكيد دلهم محاضرة مع الولاد بكرة أو النهاردة ما اعتقدش النهاردة ممكن بكرة بعد التدريب يقعد يقول لهم الأخطاء ويبدأ يصلح من هزي الأخطاء المباريات دي مباريات نهايات يعني انت لو لقدر له ما كسبتش اللي جاي هتبقى في حز بيس هتبقى في مشكلة كبيرة جدا في مباريات مالي يعني مالي لعبوا نهائي كاس عالم يمكن السن اللي هو أصغر من ده شوي اللي هو كان ماسكوا ناجيريا كان ماسكها إيمان والأمونيكي لسه هتبقى كاس العالم الاتنين سوري كانوا في النهائي يعني الاتنين وناجيريا كيزبت فانت بتتكلم فيه تيمين عندهم عندهم فرقتين وصلوا نهائي كاس عالم انت بتتكلم في حاجة كبيرة جدا صيحت 19 سنة أو 20 سنة لكن انت بتتكلم يجابه الفرق الكبيرة فلابد انك انت تعمل نتيجة إيجابية مع ناجيريا على الأقل عشان تخش مالي وانت عندك على الأقل حظوظ أكتر الحظوظ الأكتر دي هي اللي بتعزز أدائك خلي بالك انت لو لعبت تحت توطر هيبقى فيه مشاكل وبالتالي لازم حسون بدري يركز كواس قوي ولعبته في ان هما ثلاثة بودة ناجيريا دول بوعوني اللي لازم ناخدهم ليه وراه الأخيرة بهدوء وشايفين بقى الدنيا فيها ايه انت حتوصل لمباراة المرة ثلاثة انت المباراة المرة اتنين بتشعرف لسه الدنيا فيها ايه فعيني لكن لو كسبت خلاص ما حتنسى النتاج التانية لان قريدي للفريتين التانيين لو فرقة كسبت او فرقة اتغلبت يبقى خلاص الاتغلبة دي فرصتها بقت أضعف فانت في المباراة الثالثة ودي حسابات حسن بدري على الفكرة اللي هيعملها مع لعبته ما توصل لمباراة الثالثة وتكسب عفوا انت واخد اربعة بنت فاهمني هتبقى الامور في منتهى الهدوء فيها نوع من السقة الاكتر تمام نرجع تاني لما حضرك والامور الفنية المنتخب الامبي نطلع فاصل سريع ونرجع تاني مع الكابتن طاري يحيا داخل ملاعب اليوم اهلا بكم من جديد عزيزي المشاهدين داخل ملاعب اليوم مع الكابتن طاري يحيا والفنيات أو فنيات المنتخبة الأولمبي النهاردة كابتن حسام يجاهز موسعد عوض برضو نفسيا يعني هدف النهاردة يتكلموا عنه كتير موسعد عوض طبعا جون كبير يعني هدف ان شاء الله بإذن الله ما يقصرش في مسيرته ولكن الأمور اعتقد ان هو عشان يجهز الأمور برضو صعبة مثلا خصوصا ان الوقت قليل نروح سريعا بس نطمن على كهرباء من السنغال والزميل مهيب عبدالهادي مباشر من السنغال تفضل يا مهيب لك النجم الكبير كابتن سيف وكابتن طاري يحيا بشكرك واعتقد كل الناس عايزة تعرف ايه تعليقات اللعيبة شعرهم ايه بعد المباراة ايه اللي حصل في المباراة ايه اللي دار في مباراة مصر الجزائر معنا واحد من نجوم الكرة المصرية يمكن اصيب اصابة حساسة شوية كابتن كهرباء ايه برحب بيك يعني مش عارف اقول نقطة ولا تلات يعني مش عارف ابدأ ازاي اقول لك هارد لك اقول لك يعني مش عارف اقول لها هارد لك انا اكيد طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في الاول ايه ممكن يعني انت مفروض تقول لفين هارد لك لان احنا نهارده مين لعيبة لعيبة طبعا يعني احنا مش انا بس يعني كل لعيبة طبعا نهارده كنتشي في مستواها طبعا من ظروف المواطش مش عارف بس ما عرفش لأيه طبعا يعني بس بيزنال يعني ان شاء الله نقدر يعني نعدد دافل الفترة الجاة طبعا كابتن حسام طبعا يعني شايف لعيبة كلهم و واني شايف لعيبة كلهم في لعيبة طبعا كتير غلطة النهارة طبعا كانت حسامة عدت طبعا الاخطاء ديت وان شاء الله يعني احنا كنا نقعد مع بعدينا برضو بإذن الله ونشوف عنا كلين لعيبة غلطة فيه ونقدر برضو يعني نرجعنا في سنة تاني بإذن الله نحن نسا في بداية البطولة واعتقد المباراة دي المفروض تاخدوها حافز ليكم في المباراة القادمة منتخب مصر ليهيبة منتخب مصر كبير والدليل فرحة كابتن سيف لعيبة الجزائر بعد المباراة كانوا سعداء وفرحانين ان هم تعدلوا مع منتخب مصر حكيب طبعا نحن شوفنا اللعيبة كلها بتاعت الجزائر كانوا فرحانين جدا هم أصلا في الماتش بعدا لما غيب الجون هم أصلا يعني احنا بعدا لما جيبنا الجون ما قدرنا نحن حافز عليه وطبعا دخل فينا الجون يعني بس طبعا الحمد لله قدر ما شاء فعل ان شاء الله بإذن الماتشين اللي جايين ده كويس ان في أول الماتش بطولة حصل كده ولسة فيه ستة بون طبعا كابتن حسان بدر تكلم معنا بعد الماتش ونحن في الهوضة قالنا لسة فيه ستة نقاط ان شاء الله بإذن الله نقدر ناخد ستة بون ان شاء الله قل لي كابتن حسان ما قال لكم ايه بعد مبارا ان شاء الله في قط اللبس قالنا طبعا يعني محدش محدش يزعل الارفة يعني نفوق دي كويس يعني الحمد لله النقطة وإن شاء الله نقدر نحفظ على ستة نقطة اللي جايين في ماتش نقدر نركز في يوم وإن شاء الله كل العيبة كلها بعد الماتش كل زعلان كما انتش شايف مويب لأن مش فريتنا نتعادل واحد واحد مع الجزال بس معلش وردو نقدنش طبعا المطلوب من النهاردة في الماتش كل العيبة حس طبعا بالزنب إن احنا كان نفسنا نكسب بس يعني ربنا طبعا عايز كده وإن شاء الله بإذن الله الماتشين اللي جايين نقدر نكسبهم بإذن الله وناخد ستة نقطة إن شاء الله ونسحب بإذن الله لصبع مش مقصر لصبع يعني إن شاء الله ربنا عيسي كده شوف لحد بالليلة عشان بجد أنا مش أقدر بس يعني الحمد لله إن شاء الله يكون بخير إن شاء الله يكون بخير عين عين الحمد لله ألف سلام كابتن محمد سالم نجم ومنتخبنا الوطني يعني الكل بيكلم على الكرة الأخرانية كان ممكن سالم يوقفها يشطها لكن أنت في الملعب غير طبعا كل الناس اللي قعدة في الاستوديوات وقعدة في التكيفين بسم الله الرحمن الرحيم في الأول الحمد لله أنا أرض على النقطة يعني نقول الحمد لله أي نعم مش ده المطلوب مننا بس فيه معنا النهاردة لو نتكلم في الكرة دي آه ممكن نكون استعجلت فيها شوية بس أنا ما يعني ما شدتش حد وراي جايز هي زي ما وترك حبة استعجل فالحمد لله ملناش نصيب النهاردة غير نحنا نتعادل وإن شاء الله المطلوب نجينا نقدر نعوض فيها إذا كان نيجيريا ومالي إن شاء الله لسه يعني قدامنا المطلوب ست نقط إن شاء الله نحاول نلغو ست نقط هنسعد بهم إن شاء الله محمد سلم من رؤوس حربة الصرحة في منتخبنا الوطني شايف المهاردة ممكن فاجئنا كابتن حسان ملعب كريم ندفت كرأس حربة لكن اللعيبة يعني عايزين أمور تاخد بجدية أكتر من كده شوية هنسعد بكاس أمم مع تصفيات الوصول المؤهلة رياد جانير بصنا مهيب أولا يعني قليل أولا لما تلاقي لعيبة كتير في الملعب مش هولك 11 لعيب جايز يكون في لعيبة كتير مش موفقة في ماتش قليل جدا لما تلاقي النهاردة في الماتش لعيبة كتير مش موفقة بس الحمد لله يعني وما تعرفش يعني تعرفش خير ربنا يشير لنا خير فين موضوع المحمد يلعب أو ميلعبش دي انت عارف طبعا الكابتون حسام هو شايف هو أضرب داخله هو شايف الأصلح بيلعب وإحنا كلنا كلنا كلعيبة معلنا نأديه في أي مكان أو في أي وقت نلعب فيه وإن شاء الله زي ما بقول لك إن شاء الله الماتش دي نحاول نعود فيه إن شاء الله الماتش دي بيديكو حافز المباركة دي ما أكيد مرات نجيريا مالي أكيد طبعا انت بتكلم يعني انت قلتها من شوية مع كهربا إن يكفي إنما تشوف فرحة لعيبة الجزائر بعد الماتش وآخر الماتش هما بضعوا الوقت عشان رديم بتعاعدوا ده في حد ذات يديك حافز إنك الماتشين اللي جيين انت أحسن مع احترامين الجزائر ومع الفرقة كلها انت أحسن فرقة دي كلها وإحنا نلعب على الحافز إن شاء الله ونقدر ناخد ست نقطة اللي جيين زعلانة ومتدايقة ومتأثرة بالمباراة ومعنا يعني كابتن ياسر إبراهيم ما أنا عارف من اللعيبة المميزين في خطة فعه منتخبنا الوطني شايفك زعلان ومتدايق وكتنايم وإحنا لعبنا الجزائر أو كان فيه تقسير من لعيبة بعض الشيء لكن هي كرة القدم كده الأهم إن إحنا نستفاد في المباراة القادمة طبعا الحمد لله يعني إحنا طلعنا واحد واحد طبعا الجزائر فرقة كويسة فرقة محترمة إحنا عملنا اللي علينا بس إحنا عندنا كتر من جايب كتير يعني اللعبة فيه لعبة ما كانتش فايقة أو ما كانتش في مستواهم والحمد لله اللي إحنا النهاردة طلعنا بالتعادل هنقض مع نفسنا كل واحد يتكلم مع نفس ونقض مع بعض ونتكلم إن شاء الله ربنا يكرم نناعمل حاجة المطشة الجاية نحن دلوقتي خلاص عدنا مطش الجزائر عندنا مطش نجاريا المطش الجاية إن شاء الله نقدر نعمل في حاجة ونقدر نرفع اسم المصرح حسن من كده وربنا يكرمنا بإذن الله ونركز في ده يعني خلاص ناخدها مرحلة مرحلة احنا خلاص عدنا الجزائر فعدينا نجاريا الجاي إن شاء الله بنركز عليه ونلعب عليه إن شاء الله دهوات ونقد نذكره بإذن الله وربنا يقدرنا اللي جاي أصعب طبعا اللي جاي أصعب ما فيش حاجة سهلة في الوقت فيعني مش هادر أقولك يعني إحنا يعني خلاص كل واحد عارف اللي إيه ولي عليه إيه وكل واحد هيعد مع نفسه وهيرتب برضو تنظماته الثانية مع نفسه وهيراجع نفسه وأكيد إن شاء الله يعني اللي جاي أحسن إن شاء الله في أسر مش هطول معاك لكن أنا شايف فيه حزن وأعتقد الحزن ده المفروض نستخدمه بإيجابية في المبارات القادمة ونشوف أخطاءنا وإن شاء الله نعالجها وأنا أعتقد يعني من خلال كابتن سيف وخلال كابتن طريحيا المفروض الملعبة بتاعتنا تقل شوية أو ما يكون بد لك بتاعتنا شوية من المفروض نوف معهم ونسندهم لأنه لسه البطولة في الملعب ولسه في المبارات قادمة وده اللي بنتمنى إن انتو تتفهموا ويبقى في روح شوية في المبارات القادمة إن شاء الله بإذن الله وكل واحد يعني هو إحنا زعلانين طبعا المطش النهاردة كان في إيدينا إن نحن نكسبه يعني خلاص كان تفرق معنا بنسبة 70-80% سعادنا فده خير الحمد لله وأكيد ربنا شاهد لنا في المطشات اللي جاية وإن شاء الله نقدر نعمل حاجة ونرفع إن شاء الله إن شاء الله بتوفيها ياسر يعني يا كابتن سيف يعني زي ما إحنا شايفين اللعيبة فيه حزن شديد جدا من لعبة منتخبنا الوطني يمكن بيستعدوا دلوقتي بعد الاستشفاء والجلسات يمكن أنا شايف رمضان بيزوك رمضان طبعنا بس عليك إيه إيه تمام يعني طيب يعني أكيد دي ممكن تكون كادمة بسيطة زي ما إحنا شايفين معاكو على الهواء ممكن كابتن سيف نرجع لك تاني والصورة معنا تفضل لكابتن سيف شكرا جزيلا مجود كبير الحياة من زميل مهيبة عبدالهادي دي قد بعض أراء ووجهات نظر لعيبة المنتخب الوطني سمعنا كهرباء وسمعنا محمد سالم وسمعنا ياسر إبراهيم وواضح أن علامات الحزن على وجوههم وواضح أن هم حاسين برضو أن هم خسروا تلاتة بونطن أمام الجزائر حتى شعور اللعيبة أن هم فنيا أعلى صحك بتصرف دي بداية كويسي يعني إحساس اللعيب أنه هو أخطأ وأنه هو حاسس بخطر ويمكن نفس الكلام اللي قاله ياسر قاله كهرباء فإننا هنعود مع بعض دي نقطة مهمة جدا اللعيبة اللي عليها دورة سيف يعني أنت مش كل حاجة المدير الفني مش كل حاجة الجاز الفني اللعيبة عليها عامل مهم جدا لابد أن هم يعودوا مع بعض ويشوف هم أخطأوا في إيه ويقدروا يصلاحوا إيه المطش اللي جاي لأنه إذا أقول لك المطش اللي جاي عليهم ضغوط كتيرا فلازم هم يستعدوا نفسيا وليازم يجازف أن يتعاملوا نفسيا مع اللعيبة بشكل أحسن وأفضل أنه عندك ثلاث يام أو يومين أو ثلاثين ساعة لمباراة ناجيريا فدي نقطة مهمة جدا ومعرفش الناجيريا هتعمل إيه مع مالي النهاردة فأرجو أن احنا نخش المباراة اللي جاية وندي ثقة للأولاد والأولاد كمان يعودوا مع بعض لأن زي أقول لك دورهم مهم جدا أسف وعليهم دور كبير جدا لا يقل أبدا عن دور الجهاز الفني وأعتقد يمكن مسعد عوض هو كابتن المنتخب لابد أنه هو برضو يعود كعربة كبتن يعني كعربة يعود ويليم من الأولاد لأنه هو برضو لعيب رمي ربيع عفل رمي ربيع يعود ورمي ربيع يمتلك من خبرات الرجل احترف بره بلعب في نادي الأهلي وعنده القيادة دي مش في ملعب بس وعنده روح القيادة بالضبط وعنده روح القيادة أعتقد أن رمي ربيع عليه رمي ربيع عامل كبير جدا أنه هو يلم زميله ويعودوا مع بعض من النهاردة وزي ما قال كهرباء وقال أعتقد محمد سالم ياسر إبراهيم وياسر إبراهيم محمد سالم وياسر إبراهيم التلاتة قالوها قالوا نحن لازم نعود مع بعض نيطة مهمة جدا أنك إنت لازم تقعد وتشوف الأخطاء إيه وتصححها وتساعد نفسها هذا جملة برضو محمد سالم كابتن قال من الصعب أنك تلاقي أكتر أن أكتر من لعيب مش في يومه هي وارد وارد يا سيف أن أنت بتلاقي اثنين تلاتة مش كويسين وأنا يمكن بأكد على المعلومة دي أو نقطة دي بقولك أن حالة اللعيبة أثناء تسعين دي هي اللي بتحكم كثير من نتاج مباريات لأنه شوف ننباتش أعظم فريتين في العالم ريال مدينة بلاعب برشلون أول عشر دقائق الريال يكسب تلاتة بعد كده خسر أربعة يعني أنت ممكن تلعب عشر دقائق وتخسب ممكن تلعب عشر دقائق وتكسب خلي بالك بس أنت مش هتفضل كده على طول فهي أنت حالة لعيبتك هي اللي بتحكم نتيجة المباريات بإضافة تدخلاتك أنت كمدير فني كلامك التاكتك بتاعك تدريباتك لكن أنت بتتكلم أحسن فريتين في العالم مفيش بعد برشلونة وريال مدين وينكن يخش معهم بايري مونش دول التلاتة دول أحسن ثلاث فرقة في العالم دلوقتي بالترتيب نقول برشلونة بايري مونش بايري مونش ثم ريال مدين بالترتيب دول أحسن ثلاث فرقة في العالم فرقة ريال مدريد عمرك شفت ريال مدريد ثمان لعيبة في الملعة مجوش ثمانية مجوش والتانيين ما شاء الله برشلونة بتعمل سيمفونية في الأداء فبكورة أي حاجة وردك بالضبط فعشان كده شعور اللعيبة وإحساسهم بالزم وإحساسهم بأن هم ما قدوش المباراة دي نقطة أعتقد أنها إيجابية وظاهرة صحية في المنتخب ولابد أنهم يقعدوا مع بعض النهاردة ويتكلموا ويشوفوا الدنيا فيها لأن المطش اللي جاي زي ما قولك المطش لا يقبل القسم على اثنين خلي بالك ليه لأنك هتلعب فريق قوي جدا فريق كويس والفرقة الأقل وصل الكاس هتلاقي منهم ناس بيلعبوا معهم وخلي بالك واخدينهم أنا واخد كاس عالم ممكن يكون واخد اثنين ثلاثة اربعة الله أعلم من هذا الفريق اللي فاز كاس العالم ممكن جدا فأعتقد أن أنت مطالب المطش اللي جاي نكتبز المجود كبير جدا 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 أنك أنت تكون منظم أكتر أن أنت تكون بتلعب بكرة جمعية أكتر أن أنت تكون عندك روح أكتر دي النقطة المهمة جدا أن أنت بتلعب بروح روح قتلية تعرف إحنا لو كنا بعد الهدف السيف كم من المباراة زي ما كنا الشغالين اللي احنا كنا كوزين أول تسعة تشر دقيقة أول تسعة تشر دقيقة كان منتخب مصر أفضل بدون شك لو كنا كم مننا بقى العشر دقايق أو ربع ساعة الأقل بعد الهدف بنفس الطريقة اللي كنا كنا عليها قبل الهدف ما كانش منتخب جزارة عزب بالعادة كنا ممكن نجيب جون تاني ليه اللعب المصري دايما أنا كابتن يلعب كده تحت ضغط يعني ليه دايما جملة المباراة اللي جاية ما تقبلش اسم على اتنين المباراة اللي جاية لازم نعلى فيها لازم نرجع فيها من جديد الماتش شوفنا دا آخر تلات سنين الحياة في الكرة المصرية خصوة على مستوى المنتخبات والأندية الحقيقة نفس القصة برد بستركيز ولغة الاحتراف احنا مش عايشين الاحتراف احنا بنطبق الاحتراف ولكن مش عايشين حياة الاحتراف خلا بلك كل أندية لا أستثني أحد خدها مني لا أستثني أي نادي ان اللعيبة التزم اه ادبيا التزم اه اجتماعيا اللعيب مصر كل ده مش ملتزم في كل دول انا مش بجيب حاجة من عندي لا انا بسألك حضرات قدر انا معرفة مش عايز اقول اللعيب مصري هقول سبعين في المية اه مش هقول مش هعمم لان فيه ناس ملتزم وناس محترفة عايز عايز احرك تخلي تلاتين عشان لو قاعد حد سألك تقول له ما انا انت من تلاتين لا لا والله صحيح وهقولك هستقولك الحاجة اه هقولك الحاجة انت عندك لعيبة في المنتخب مصر الالومبي كانوا محترفين بره. مم. وجوهم احترفوا هنا. اسألوا. ما احمد حسن عندك. احمد حسن ده اللي هو يعني الكريمة. هو ميده. مم. وهو مين تاني عشان ما نتساعد بس. وعبد زار الثقة وهاني رمزي. محمد صلاح. وعبد زار الثقة وآمل عب عزيز وآآ كل دول احترفوا بره. وحسام غالي احترفوا. وحسام غالي. كله اسألهم. اسألهم. هم عاشوا عشت احتوا في ازاي? ولما جيه مصر هنا عامل ازاي? رمي رابعة وصلاح جمعة. كل جمعة صغرين دول. فانت بتتكلم في منظومة آآ او عقلية. بلاش عقلية لعيب كرة. آآ مختلفة تماما عن العقلية لبرا. آآ هو الراجل عنده يوم واحد لكل حاجة وبعد كده ملتزم طول اسبوع. خلاص. هو الراجل ملتزم. ليه? لان هو حياته الكورة. عشته الكورة. فهمني. ما الهنا كابتن بيعملو ايه? ايه? يعني هناك عندهم واحد. مش بيعملو ايه? بص يا بص يا سيف. يعني هنا طبعا احنا فيه الكثير مش ملتزم. يعني ايه? يعني بيصهر مثلا. آآ بيتمرن و و و و و و يفضل مثلا آآ بيتفسح يخرج ومش عارف ايه. مش عايش تحتراف. المحترف كابتن بيجي من نادي. من الساعة تسعة الصبح. واسأل اي لعيب محترف. لغاية الساعة سبعة تمانية بالليل. يروع النوم. هيعمل ايه في فولة ده في النادي كابتن? اه ده كابتن. يعني بتمرن. فيه تمرنات. فيه محاضرات. فيه استشفى. فيه تدليق. فيه حاجات آآ فيه حاجات عتعقدية هو مرتبط بيها من نادي. خلي بالك. يعني هو مش كل اللي مش كلها تدريه. مش كلها كورة. لا يعني انت بتلاقي مسلا آآ 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 رونالدو ميسي اللي عيبة دي بتروح النادي مسلا بتعمل فقرة للإعلانات. مش عارف ايه. آآ حاجات كده دي بتجيب فلوس للنادي. انت ده بتاعي. انا 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 بديك. انا بدفع فيك ملايين. فانت بتاعي. انت آآ نادي اللي عايش آآ انا. انا اللي بدفع لك فلوس. وباخد من مراك فلوس. العملية ما هيش. ومعني العملية هناك متعة وتشويق. هنا آآ شقة وتعب. هم. وسكر وضغط وكل حاجة. انت شاي الجامد ده كابتن طارق. انا بالعكس لا والله. الله يجاي محمل. لا اصد دي الحقيقة. فاطفة ده كابتن. لا والله دي الحقيقة. اه. بص يا سيف. انا دائما وابدا مع اللاعب. هم. ضد النادي. في الحق. هم. عمري في حياتي مهاجي مع نادي ضد العيد. لا. العيد ده سلاحي. بس انت كمان علشان. تبقى انت راجل محترف صح. وتبقى عايش عايش احتراف صح. لازم تقشي احتراف صح. هم. يعني تبقى انت النهار ده اللاعيب المحترف. طالب. هم. اللاعي طالب. فاهم. ولعيب تاني آآ آآ بيشتغل. هم. فاهم اصد دي. مهو كده. آآ فين الاحتراف. برا فيه كلام ده. ايش كلام ده كانت. آآ هنا بياخد آآ مش يعني اقالب كتير من اللي نبرة. انا معاك. هم. لكن انا بكلمك على الاحتراف الحقيقي. طب نروح ناخد بقى. انا مش عايشين. انا مش عايشين. جزء من الاحتراف كده. مجموعة لعيبة برضو ملتزمة راجب نبيل الحياة من لعيبة المحترمة مع زميل مهيب عبدالهدي من السنغال المباشر. اتفضل مهيب. شكرا لك كابتن سيف. آآ بالفعل راجب نبيل آآ نجم ومنتخابنا الوطني وخط الدفاع. واعتقد مباراة يعني دفاعيا كان فيه كور عالية بالزات في الشوط التاني الهو. الهوى فرق ان انا حتى اتكلم نهاردة على هوا كتير مع الكابتن سيف وكابتن طريح. كلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. اول حالة براحة بالكابتن سيف وكابتن طريح يا. آآ هو فعلا كان آآ شور التاني كان في هوا جامد آآ فالكرتن العالية كان آآ أصل أننا شوية في لا صار measures gidbijبنا كانyer ايتها بنسباننا. كانت بتبعى يعني مميش كويسة بنسباننا. فحاولنا نلعب كورة على الارض وعلى لقاءد ما نقدر موقعت الأرض وقت الارض أصلا يعني كانتش كويسة ويعني صعبة شوية. واux ان شاء الله يعني نفكر في اللي آآ ناجيريا ان شاء الله ومنقدون نعمل حاجة ان شاء الله بإذن الله. الهدف اللي جي فينا راجب وبامانة كده يعني مش عايزين نحمل من المسعد كتير. لكن، أكيد لما في هدف فيجي هي مسؤوليتي الفرقة كلها. أكيد طبعا... مافيش شايفو الراجل ماشي كده وتوغل يعني هو يعني اكيد طبعا كان فيه يعني فيه اخطاء اكيد طبعا من ديفنس ومن نصف الملعب فديم لنقدر كابتن حسامي قدر يتكلم فيها يقول لنا الاخطاء فيها ايه ونقدر ان نصلحوا ان شاء الله في ماتش الجاي كالعيبة تكلمتوا جوه مع بعض في الساونا وفي الجيم اكيد 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 اتكلمنا وانا ما ينفحش يعدي كده ما ينفحش لازمنا حد يعمل بلوك لازمنا حد يقبله وان شاء الله بزن الله كابتن سيف دي كانت لقاءات مصر وجزير واحد واحد مباراة الاولى المنتخبن الوطني بعد حوالي يعني اه دقايق طبعا هتنطلق مباراة ناجيريا اه ومالي والجهاز الفني بالكامل في الملعب يتفرج على المباراة وزي ما احنا شايفين لعيبة اللي لعبت عملت استيشفى النهاردة اللعيبة التانية نحاول نحصلها ناخد حتى الصورة بس وهم بيتمرنوا اه ده كل مكان عندنا النهاردة من السنغال من مدينة سالي اه نتواصل معاك وتغطيات حصرية ولقاءات خاصة مع نجوم منتخبنا الوطني وان شاء الله اللي قادم احسن كابتن سيف لك الكلمة مرة تانية بشكرك شكرا جزيلا انت وكابتن طريحيا دي كانت بعد لقاءات ما بعد مباراة مصر والجزائر وكواليس المباراة مع المتعلق مهيب عبدالهادي مباشر من السنغال وده لقطات مباشر دلاتي من فوند اقامة المنتخب الولمبي الوطني في السنغال ومشاهدة ماتش نيجيريا ومالي ونيجيريا متقدمة واحد سفر في اول خمس دقايق ان شاء الله بإذن الله يعني كل التوفيق للمنتخب المصري في لقاءاته القادمة واضح حكبت ان نيجيريا الفروقات كبيرة يعني لسه المباراة مبتديتش واحد سفر بس انا بقولك ان احنا مختلفين عن المالي لما اللعب مالي غير لما مالي تلعب نيجيريا وبعد لما ديجي تلعب نيجيريا هنبقى مختلفين عما النيجيريا تلعب مالي خلي بالك ليه ان هنا المهارة اعلى شوية عندنا فهم بيقلقوا من حاجات دي وبالتالي الامور يعني لا تدعو للقلق لازم من حسام طبعا بيتفرج عن ماتش واللعيبة يتفرج عن ماتش وجاز الفني ويحللوا ماتش لمنتخب نيجيريا كويس ويبدأوا يشتغلوا بشكل جيد عليه ولو في نقاط قوة يشوفوها لو في نقاط ضعف يشتغلوا عليها كل الكلام طبعا كافة الحسام بدري وجازه المعاون هيشتغلوا عليه اهم من ده كله سيف اللعيبة اللعيبة لازم عندها اسرار وحماس فيه ان هم يعدلوا من مواضعهم اللي احنا شفنا النهاردة يعني حتى المعالق الجزائر هو بيكلم بيكلم بيقولك ان اداء غير متوقع لمنتخب مصر الولومي اللي هم عندهم فكرة مسبقة عن منتخب مصر ان هو افضل من كده بكتير فالتمنياتنا طبعا لمنتخبنا ان شاء الله بإذن الله والامور لسه في متناول ايدينا نتعب شوية ونشتغل شوية بشكل جدي بشكل فيه تركيز اكتر لان طبعا حتى الاجسام هنا بص يا سيف مختلفة هتلاقي الاجسام هنا مختلفة عن منتخب الجزائر تماما يعني اعنا شوفنا ولاد في الجزائر يعني صغيرين كده يعني لكن هتقابل الناس هنا بقى ما شاء الله يعني شوف لو الكاميرا قربك هتلاقي بص ما شاء الله اجسام عاملة ازاي طبعا احنا ممكن نزيه المطش كده زي فيها فيها مسألة قانونية لا 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 احنا ممكن نختم كده كابتن وشرفتنا ونورتنا حقيقة بسيوف بشكرك كابتن وشرفتنا ونورتنا اطمنا لك كل التوفيق ان شاء الله في دول المصري بقى مع تلاقي بنا خليك حبي كله من ياتنا ان شاء الله باذن الله المنتخب اللومبي لقاءات قادمة يعني افضل من كده عنده يوم اثنين ديسمبر ان شاء الله باذن الله لقاء نيجيريا لقاء مهم جدا زي ما قال الكابتن طاري احيا لقاء لا يقبل الاسمة القسمة على اثنين بشكر كابتن طاري احيا بشكر ياسر عاصم مخرجنا الكبير بشكر محمد ابو طالب رئيس التحرير ومحمد صلاح ووليد سلامة محمد جابر وصارة ومحمود احمد ابو طالب انا اسف ما يمكشى عندي دي احمد وبشكر طبعا مجود كبير زي باقي مهيب عبدالهادي من السنغال بشكره شكرا جزيلا وكل كروه الحالي موجود في السنغال بشكركم ان شاء الله باذن الله بكرة حلقة خاصة من حلقات الملاعب اليوم تصباح على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة